بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأعزائي طلبة وطلبات الشهادة الإعدادية في ربوع مصر العامرة أهلا بكم ومرحبا وحلقة جديدة من برنامجكم المتميز برنامج مدرس على الهواء أسأل الله القدير أن يجعلنا سببا في تيسير كل عسير عليكم بإذنه تعالى نرد إن شاء الله هنبدأ مع بعض أول حلقات المراجعة وهنبدأها بمراجعة النصوص المراجعة عامة معنا للنصوص هنبدأ من النص اللي معنا الأول من نص آيات العلم شاعر طبعا نص آيات العلم للشاعر محمد الهراوي يتحدث عن أهمية العلم وعن فضل العلم وعن قيمة العلم للأمم وكيف أن العلم رفعها كل الأمم إلى أعلى المقام وكيف أن الجاهل يغفض الأمم ويذلها نبدأ مع بعض في أول الأبيات ربوا بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فالعلم خير قواني والعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطان السؤال الأول المعاني طبعا المعتاد وضح معنى كلمة هذبوا وكلمة قوام ومفرد المعدمين وجمع الدنيا طيب طبعا معنى كلمة هذبوا أدبوا أو ربوا اللي هي أول كلمة معانا في البيت الأول ربوا بنيكم بينا نحن كنا عندنا كلمتين شابه بعض يبقى كلمة هذبوا بمعنى أدبوا أو ربوا كلمة قوام معناها عماد أو أساس ومفرد كلمة المعدمين المعدم وجمع الدنيا الدنيا تمام سؤال الثاني ممكن يقول لي اشرح البيتين بأسلوبك أو يجيب لي سؤال مباشر على البيتين اللي احنا جبناهم بس ايه هنا جايلي قال لي اشرح البيتين بأسلوبك طبعا مش همسك الأبيات أقولها زي ما هي لا انا هشرح بأسلوبك طالما قال بأسلوبك يبقى لازم أعبر بأسلوبي عن لنا فهمته من البيتين اللي هم طبعا جايبهم في الامتحان الشاعر طبعا في البيتين الأولين يدعو الآباء والأمهات إلى تربية الأولاد كلام جميل وتهذيب الفتيات بالعلم يا طرى لماذا فالعلم أولى أو أولى درجات النهوض بالأمم ويدلل الشاعر على أهمية العلم بالنسبة للأفراد فهو مال الفقراء الذين لا يجدون رفاهية العيش فيغنيهم فالعلم سبيل الرفعة والتقدم جيم ما الجمال في قول الشاعر العلم خير قوام طبعا هنا في مظهرين من مظهر الجمال في الجملة دي بالذات وأكيد طبعا احنا عارفينهم المظهر الأول أن كلمة خير قوام أو فالعلم خير قوام تصوير للعلم بالعماد والأساس والقوام كلام جميل أما المظهر الثاني أن الجملة دي تعليل لما قبلها يعني معنى كده أنه ممكن يجيلي السؤال بطريقة تانية يقول لي ما علاقة جملة أو مع علاقة الشطر الثاني بالشطر الأول في البيت الأول طبعا أو مع علاقة جملة فالعلم خير قوام بما قبلها هقوله طبعا تعليل لما قبله والتعليل هو بيان السبب طيب بتين كمان من النص ده وأخ الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام والجهل يخفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجل مقام ألف وضح معنى كلمة حسام وجمع كلمة العلم ومضاد كلمة يذلها طبعا كلمة حسام بمعنى سيف وجمع كلمة العلم العلوم ومضاد كلمة يذلها أي يعزها ويكرمها في الأبيات الأثر الواضح للعلم في نهضة الأمم ومقارنة بين الجهل والعلم ما هو ده سؤال مباشر أو جاء بطريقة مباشرة على الأبيات يعني ما قال ليش اشرح يعني ما احنا كده معانا نوعين من الأسئلة في رقم باء إما يشرح الأبيات أو البيتين اللي جايين أو يديني سؤال مباشر زي السؤال اللي قدامي ده في الأبيات الأثر الواضح للعلم في نهضة الأمم ومقارنة بين الجهل والعلم طبعا وضح ذلك يبين الشاعر أضرار الجهل وأثره على صاحبه حيث إن العلم هو سلاح لكل من يبغي الرفعة والتقدم تكلام أكيد والجاهل مثل الجندي الذي يحارب بغير سلاح طبعا لما جينا شرحنا قلنا الجاهل كالمحارب بلا سلاح مبيننا طبعا ده بيدل على ضعف لإيه؟ ضعف هذا الجاهل في تلك الدنيا إن جاهله بيؤدي به إلى التهلكة طب المقارنة بقى اللي هي الجزء الثاني من السؤال وعايز أنبه طلابي إن ساعات بيبقى السؤال مكون من جزئين يجاوب على جزء ويترك إيه جزء؟ طب إعلم طبعا أنت كده تاخد نص الدرجة بس يبقى أنا أركز تماما في قراءة السؤال لأن حسن قراءة السؤال يعتبر بنسبة 50% من الإجابة طيب إحنا جاوبنا الجزء الأولاني نيجي بقى للجزء الثاني اللي هو المقارنة يقارن الشاعر بين الجهل وبين العلم تمام فالجهل سبب في تأخر الأمم وإذلالها والجهل يغفض أمة ويذلها تمام أما العلم فهو السبيل إلى التقدم والرقي ويرفع قدرها والعلم يرفعها أجل مقام يبقى إحنا كده عندنا البيت وهو شرحنا والجهل يغفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجل مقام هي دي مقارنة بين الجهل وبين العلم نيجي بعد كده للنص التاني من نص فضل العلم وهو من النصوص التي تأتي إجبارية في الامتحان والحديث الشريف طبعا طبعا عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجمحتها رضا لطالب العلم سؤال الأول هات مراد في كلمة سلكة ومضاد كلمة رضا وجمع كلمة الجنة طبعا المقصود من كلمة سلكة هنا الأولى ليس من سلكة طريقا سلكة يعني اتخذ سارة ومضاد كلمة رضا طبعا صخت أو غضب وجمع كلمة الجنة جنات وجنان لازم نحفظ للجمعين لازم نبهنا في حلقات كتير قبل كده إن الكلمة لما يكون لها أكتر من جمع لازم أحفظ تلك الجموع ليه؟ لأنه ممكن يجي له سأل في الاختيارات على جمع منهم ما كونش حافظه فما أقدرش أحل السؤال يبقى عندي كلمة الجنات جمعها أو كلمة الجنة جمعها جنات وإيه وجنان بين ما يرشد إليه الحديث الشريف يطرى الحديث الشريف ده عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا لإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يخبرنا بإيه؟ طبعا يدعونا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف إلى طلب العلم النافع الذي يكون سببا في دخول الجنة وعلى الإنسان أن يسلك كل سبيل من سبل تحصيل العلم فطالب العلم تستغفر له كل الكائنات في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحار يبقى المعنى واضح جدا في الحديث الشريف أو الغاية واضحة في ذلك الحديث النبي بيحثنا إلى طلب العلم فطلب العلم فريضة على كل إنسان تمان بيحثنا وبيشدعنا وبيبيننا فضل طلب العلم كما درسنا في الحديث الشريف جيم ما الجمال في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة طبعا ده أسلوب شرط مكاومة أداة شرط وفعل الشرط وجواب الشرط أسلوب الشرط ده فيه حث وتشجيع على طلب العلم جميل كمان في حاجة تانية الأسلوب ده فيه تصوير للعلم النافع بالطريق إلى الإيه إلى الجنة كمان بيدل ذلك على فضل الإيه إلى العلم يبقى معين هنا مظهرين من مظهر الجمال في الجملة ده بس إنه ممكن أقول إن ديه أسلوب شرط فيه حث وتشجيع على طلب العلم كمان الجملة فيها تصوير للعلم النافع بالطريق إلى الجنة وهذا يدل على فضل العلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب طبعا هنا أيضا فيه تشبيه تشبيه بإيه؟ تشبيه للعالم بالقمر والعابد بالإيه؟ بالكواكب وده فيه تعظيم لشأن العلم وشأن العلماء وفي الحلقة السابقة بينا لماذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب أو لماذا اعتال العالم بقدره وبفضله على العابد طبعا قلنا لأنه هو الأقرب إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإن إيمانه طبعا بيكون زيادة عن بقية الناس المصر الثالث أو الجملة الثالثة إن العلماء ورشة الأنبياء طبعا هنا ده أسلوب توكيد مؤكد بإن والغرض منه تحفيز الأمة على طلب العلم كمان مظهر جمال كمان إن العالم لا يستغفر له من في السماوات طبعا ومن في الأرض طبعا ده أسلوب توكيد أيضا هنا الأداء مش أداء واحدة أدات التوكيد مش أداء واحدة خد بالك أدات التوكيد اتنين إن واللم إن العالم لا يستغفر يعني هنا ممكن يقولك استخرج أسلوب مؤكد بأكثر من أداة استخرج أسلوب مؤكد بأكثر من أداة أقوله إن العالم لا يستغفر وكمان عندي إن الملائكة لا تضع جملة هنا همت في الحديث الشريف مؤكدتان بأكثر من إيه بأكثر من أداة يعني إن العالم لا يستغفر مؤكد بإن أو لا وإن الملائكة لا تضع برضو مؤكد بإن أو إيه أو لا طيب الأسلوب اللي معنا ده أسلوب توكيد الغرض منه أيضا الحس على طلب العلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم زي ما قلنا أيضا ده تشبيه والغرض من هذا التشبيه بيان وتوضيح رضاء الملائكة عن طالب إيه العلم أو ممكن توضيح لتقدير واحترام الملائكة لطالب إيه العلم وزي ما قلنا من شوية طبعا الإسلوب ده أيضا مؤكد بإن أو إيه بإن أو لا ما الميراث الذي تركه الأنبياء عليهم السلام طبعا للعلماء أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن الأنبياء لم يتركوا دنانير ولا دراهم ولا شيئا من حطام الدنيا أما التركوا إيه؟ تركوا العلم النافع والهداية التي يستضيء بها الناس يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في بيان لنا أن الميراث الذي ورثه الأنبياء هو الإيه؟ هو ميراث العلم فالأنبياء لم يتركوا دنارا ولم يتركوا درهما وإنما تركوا شيئا وحيدا هو العلم ومن وارث هذا العلم الأنبياء؟ طبعا ده دليل على قدر الأنبياء أو على قدر العلماء وعظماتهم بين الإيه؟ بين الناس لأنهم في رسالتهم يقومون برسالة الأنبياء وهي هداية الناس إلى الطريق الصواب نيجي بقى للنص اللي معانا وهو من النص الإيه؟ نص الكتاب وطبعا النص ده يعني ما كانش له حظ معانا في الشرح ولكن في المراجعة اللي معانا ديتنا نحاول أن نحن نأخذ أهم ما فيه طبعا نص الكتاب هو للشاعر أحمد شوقي أمير الشعراء بيبين وبيوضح في هذا النص قيمة الكتاب وقيمة القراءة وأهمية اتخاذ الإنسان الكتاب صديقا وصاحبا له وبيبيننا في النص طبعا أهم صفات طبعا الكتاب والصفات التي جعلت الشاعر يتخذ من الكتاب صاحبا له ويترك أصحابه وأصدقاء نبدأ مع بعض من أول بيتين أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عاب لو جينا هات معنى كلمة بدلة ومضاد كلمة وافيا وجمع كلمة عاب معنى بدلة طبعا يعني غيرها عكسها ثبتة أو أبقى ومضاد كلمة وافيا خائنا لإن معنى كلمة وافيا مخلصا وأمينا وجمع كلمة عابة عيوب وأعياب يعني لها جمع تاني عيوب وإيه عيوب وأعياب طبعا العابة اللي هو العيب يعني طيب ما الفكرة التي تناولتها الأبيات الصادقة الأبيات اللي معانا أو أول بيتين يتحدث فيهما أمير الشعراء في النص عن أهمية الكتاب مدللا على ذلك بالعديد من الأوصاف والصفات المحمودة التي تتوافر بالكتب والشاعر بسبب هذه الأوصاف بدل صداقة الكتب بصداقة الإنسان حيث لم يجد أحدا أكثر وفاءا من الكتب فالكتاب لا يعاتب صديقه وإن تركه لا يتركه دي بعض الصفات اللي ذكرها شاعرنا الجليل أحمد شوقي في نصه والتي جعلته يترك أصدقائه ويتخذ الكتاب صديقا إيه صديقا له إن الكتاب أوفى صديق وجده في تلك الدنيا كمان الكتاب لا يذكر عيب صاحبه حتى وإن عابه صاحبه طبعا وقل ما تجد صديقا بمثل تلك الصفات فهو إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب إيه للصاحب يعابه وضح الجمال فيه لم أجد لي وافيا إلا الكتابة إن عبته أو لم تعب أو لم تعب طبعا الجمالتون دولت عاوزين نوضح مظهر الجمال اللي موجودين فيه لو جيت لم أجد لي وافيا إلا الكتابة يعني قبل ما أوضح كده الإجابة عاوز أسأل سؤال إيه اللي ممكن نلاحظه في الجملة اللي قدامنا دي حاجة احنا كررناها كتير جدا في النصوص وإسلوب شرحناه كتير جدا وبينا في الحلقات السابقة أنواع هذا الإيه أنواع هذا الإسلوب لم أجد لي وافيا إلا الكتابة الجملة هنا بدأت بإيه؟ بدأت بنفي وهي لم تمام وانتهت بإيه؟ وانتهت باستثناء اللي هي إلا طيب نفتكر كده مع بعض بقى ونرجع بذكرتنا لورا شوية إيه هو الأسلوب أو إيه هو نوع الأسلوب اللي يبدأ بلم وينتهي بإلا أو باستثناء يبدأ بنفي وينتهي باستثناء أيوة سامع الكتير من طلابي بيقوله الأسلوب ده مصدر؟ أسلوب القصر أسلوب إيه؟ القصر طيب أسلوب القصر إحدى صوره أنه يبدأ بنفي وينتهي بإيه؟ وينتهي باستثناء طيب له صور تانية؟ أكيد طبعا له صور تانية أنه ممكن الجملة تبدأ بإنما زي ما خدنا في النص السابق وإنما ورثوا لإيه؟ ورثوا العلم وإن العلماء ورثتوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا لإيه العلم ما هي جملة وإنما ورثوا العلم ده أسلوب قصر لأنه بدأ بإيه؟ بإنما يبقى كده هدو تانية صورة الصورة الثالثة اللي هي التقديم والإيه؟ التقديم والتأخير يعني مثلا نجيب المفعول قبل الفاعل أو الجر والمجرور قبل المبتدأ نيجي هنا الأسلوب اللي معنا لم أجد ليه وافيا إلا الإيه؟ إلا الكتاب طبعا ده يبقى إيه؟ أيوة أسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص والأهمية أسلوب إيه؟ قصر يفيد التوكيد والتخصيص والأهمية طب هنا ممكن نطلع تصوير من الجملة ديت أكيد طبعا ممكن نطلع تصوير لم أجد ليه وافيا إلا الكتابة هنا تصوير صور الكتاب بالصديق الوافي والمخلص يبقى احنا كده عندنا مظهرين جمال فيه لم أجد ليه وافيا إلا الكتاب أول حاجة ممكن أقول أنها أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد تاني حاجة ممكن اقول انها تصوير صور الكتاب بالصديق الوافي والمخلص طيب ان عبته او لم تعب طيب عندي عبته ولم تعب انا ملاحظ كده ان الجملتين دولت فيهم معنى عكس بعض عبته يعني ذكرت عيوبه لم تعب يعني لم تذكر ايه لم تذكر عيوبه يبقى عبته ولم تعب يبقى الجملتين هنا طبعا او الكلمتين بينهما ايه بينهما تضاد يوضح المعنى ويقويه طيب في حاجة تانية ده اسلوب شرط يفيد المدح يا ترى مدح مين بقى مدح الكتاب ان عبته او لم تعب ليس بالواجد للصاحب ايه للصاحب يعب هنا ممكن ايضا نقول تصوير صور الكتاب بانسان لا يركر عيوب ايه صاحبه يبقى عندي اسلوب شرط يفيد المدح او ممكن اقول تضاد يوضح المعنى ويقويه كلام جميل نيجي لبيتين كمان من الابيات اللي معانا كلما اخلقته جددني وكساني من حلل فضل ثيابة صحبته لم اشك منها ريبة ووداده لم يكلفني عتابة ان يجدني يتحدث او يجد مللا يطوي الاحاديث اقتدام حت معنى كلمة اخلقته مضاد وداد مفرد الاحاديث طبعا معنى اخلقته اي قبليته مضاد كلمة وداد كره وقطيعة ومفرد الاحاديث طبعا الحديث اذكر بعض صفات الكتب التي عددها الشاعر بالنص طبعا من صفات الكتب التي عددها الكاتب او الشاعر الوفاء لا يعيب احدا ولا ينقص من القدر طبعا صفة الكرم الحكمة والخبرة صادق في محبته مخلص مرشد الى الحق والايه والصواب دي مجمل الصفات التي دعا اليها شاعر او التي وصف بها الشاعر طبعا مين طبعا الكتاب طبعا نص الكتاب من المصوص المهمة جدا هو طبعا للاسف مش مقرر او مش من المصوص الموجودة عندنا في الحفظ طبعا الشاعر هنا بقى بيبين لنا او يبضح لنا صفات الكتاب او لماذا هو اتخذ الكتاب صديقا ايه صديقا له الوفاء ده في البيت الاول لم اجد وافيا الا الايه الا الكتاب لا يعيب احد صاحب انعبته او لم تعب ليس بالواجد للصاحب ايه عاب ايضا ده يدخل معنا ولا ينقص من القدر يعني لا يعيب ايه لا يعيب في صاحبه الكتاب يتميز بالكرم كلما اخلقته جددني يعني كلما قرأت فيه زودني بالعلم والايه بالعلم والمعلومات كمان لديه حكمة وخبرة ومن احكم واكثر خبرة من الايه من الكتاب الكتاب صادق في محبته لانه مثل الصديق تجد الكتب على النقد كما تجد الاخوانة صدقا وكذابة الكتاب دائما طبعا الشاعر بينصحنا في الابيات او في نهاية الابيات بحسن اختيار الايه بحسن اختيار الكتاب لان هناك من الكتب طبعا ما هو صادق ومنها ما هو كاذب وللأسف الشديد انتهت حلقتنا واترككم على امل ان القاكم في حلقات اخرى للمراجعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة